بسم الله والصلاة والسلام على خير رسل الله اللهم صلي على سيدنا محمد حتى يرضى محمد صلى الله على محمد في الأولين وفي الآخرين الجزء رقم تسعة ألا وهو الجزء الأخير مع جيل 2007 وجيل 2008 من تأسيس المادة بإذن الله العلي القدير كل عام وأنتم بألف خير تقبل الله الطاعات وأعاد الله علينا وعليكم عيد الأضحى المبارك ونحن محررين للمسجد الأقصى وأهل الغزة يحتفلون بهذا النصر العظيم وهم سادة الأمم وفي مقدمتها ورعايتها اللهم انصرهم نصرا عزيزا مبينة تثلج به صدور قوم مؤمنين تثبت به أقدام المجاهدين وتطعم جائعهم وتسدد خطاهم يا الله وأن تنزل عليهم الصبر يا عظيم يا الله وصلنا اليوم جزء رقم 9 ألا وهو الجزء الأخير من التأسيس إن شاء الله يكون ختامها مسك طلاب جيل 2007 استمتعنا معكم طلاب 2008 يا رب نكون إن شاء الله رحلة جديدة وجميلة في المنهاج الجديد 2007 نحن اليوم بتصوير الفيديو بكرة رح نبلش توصيل الباكيجات رح تكون انطلاقة المادة للناس اللي ماشيين معي حسب فيديوهات التأسيس بإذن الله العلي القدير يوم الأحد يوم 36 يوم الأحد يوم 36 رح ننطلق في المادة رح يكون إن شاء الله نازل عنا خطة على كل وسائل السوشيل ميديا بكل تفاصيل ماديتنا كيف رح نمشي من أول أسبوع بإذن الله العلي القدير وإذا ربنا أمدنا بالعمر لنهاية الفصل الأول حتى نختم المادة مع بعض طب جيل 2008 شو الوضع شغلين في الدوسية على وشك إنهاء الوحدة الأولى بإذن الله العلي القدير اللي هي رح تنزل على السوق قريبا مع بطاقاتنا ورح ينباشر بالشرح ولكن الفكرة اللي بديك تكون واصليتك وعارفيتك إحنا المنهاج لسه النسخة اللي نزلت نسخة تجربية ممكن ينقام سؤال ممكن ينحط سؤال ممكن يتغير صفحة ممكن ينشار صفحة لهيك إحنا شوي بنتأننا ولكن إحنا إن شاء الله المتوقع امتحان الإنجليزي يعني يوم 9 سبعة يوم 10 سبعة نبلش مع جيل 2008 بتكون دوسيتهم جهازات باكيجاتهم طلعت أمورهم تمام بس للتنويه عشان تكون عارف البكيج من وندك تطلب وصي يا جماعة ما هدي جي عيط ليش ما وصل للبكيج اللي بتنزله على الإنستجرام أنا الأرقام المعتمدة فقط لبكيجي 2007 وال2008 الأرقام اللي هون طب وصيت من سين من صاد من عين مش رح يوصلك اللي أنا بوصلك يا رح يوصلك بكيج بس بكيجهم مش بكيجي أنا عشان تكون على صورة وعلى علم طبعا تقدر تطلب إلي أستاذ يسان عقرباوي أستاذ سامر ضرار أستاذ أحمد شهاب أستاذ معين الدقامس أستاذ بها أبوهيد أستاذ حسام العبسي وأي أستاذ من منصة وتد التعليمية فذاك بيقدر تطلب على هاي الأرقام مباشرة وإلكم إن شاء الله إشي بيثير بالبع لكم عشان ما حد يظل يسأل سفر سبعة ثمانية تسعة ثمانين ثمانين ثلاثين هذا يا جماعة رقم جيل 2007 بتطلب بكيج من هون ورح تشوف على ستوري البكيج شو رح يكون إشي سفاح إن شاء الله تسعة ثمانين ثمانين ثلاثين أما اللي هو رقم بكيج الفين وثمانين سفر سبعة تسعة تمام خمسة سبعة خمسة سبعة مئة وخمسين هذا لألفين وثمانين بتقدر تطلب بري أوردر الفين وثمانين من هون الفين وثمانين رح يبلش التوصيل إن شاء الله خلال أيام قليلة ورح يوصلك البكيج هون بري أوردر تطلب بكيجة كل التفاصيل بيعطوك إياه إن شاء الله على الرقم تمام تمام ينتهينا من هذه الأمور خلينا نبدأ الشرح، اليوم إن شاء الله بنا ننطلق بـ Before we start writing اللي هو قبل البدء بالتعبير، هل هون بس رح نحك عن التعبير؟ طبعا لا أبو طبعا يا حبايبي لا، أبو مش علم ما يشرح التعبير بشرح الباسيك في كاملين في بعض الكلمات حلوة أنك تبلش تتضرب عليهم، تحفظهم الأمن الآن، بعدها راح ندخل على يعني مذبحة التعبير راح نخليك تتضرب، وبدي نمسك بأيدين بعض، أول مرة بنكون ضعاف، بنقوى شوي، بنقوى شوي، بنقوى شوي على مدار السنة حتى نصير أقوية إن شاء الله شو مكان مستواك في التعبير؟ ضعيف، وسط، ولا شاطر؟ كل هذول المستويات راح نغطيهم مع بعض، وإن شاء الله أشياء بتصور بالكم وراح تشوفوا كيف بنشتغل في التعبير، وسأل جيل 2006، 2005، 2004، إذا حدا يجي قل لك محمد مشرح التعبير، قل له اسكت، روح، روح، اسكت، أنت مش فاهم شيء، بس صعب الله كل شيء راح ينشرح بالطريقة الصحيحة والمناسبة إن شاء الله حبعي بي، في بعض الكلمات اللي بمكن تورط بأسئلة التعبير لازم أنت تكون عارفها، مثل composition لما يجوب لك في الامتحان write a composition، شوين؟ write a composition، أكتب موضوع تعبير أو إنشاء فلذلك أول شيء يجب أن أكون عارفة من composition، وهي موضوع تعبير أو إنشاء essay or article، السنتين نفس المعنى بمعنى مقالة، في ذلك عندما يقول لي write an essay or write an article، أوكي فذلك مباشرة من نقول له مقالة report، تقرير، إن شاء الله letter، رسالة، طبعا للأسف الرسالة يعني بطلت من الأشياء الموجودة، لماذا؟ لأنه يعتبر الناس يوم بطلوا يرسلوا الرسائل العادية التي كانت بالبريد، تمام؟ فلذلك اللي هو للأسف يعني بطلت تورد في الامتحان، إرجع لآخر عشر ثنوات ممكن مرة مرة، فذلك يعني مش إشي فعلي بيجي title، اللي هو دائما لازم يكون موضوع التعبير، له عنوان رح نخذه بالتفصيل، وكيف نختار العنوان، وكيف نطلع عنوان مرتب ويكون attractive لاللي عم يقرأ دائما كل موضوع فيه له عدة عناصر، من العناصر الأساسية لأي موضوع لازم يكون أنا introduction، اللي هي المقدمة اتفقنا، اتفقنا، recommendation، التوصية اللي هي بتكون بالختام، تمام؟ conclusion، الخاتمة، وممكن كمان يكون في عنا ببعض المواضيع زي report، subheading بعض العنوان الفرعية، تمام؟ إن شاء الله رح نحكي عنها لما ندخل على التعبير، descriptive essay، مقالة وصفية، كل هاي الأشياء لما ندخل رح نحكي عنها بالتفصيل، بس حلونا بتعرفهم إنجليز عربي لو مروا عليك، وإحنا بنشرح، تمام؟ تمام؟ أبو مشعل، بدي أسألك، طيب، لما يجي يقول لي في عندي summary paragraph، شيني summary paragraph؟ طبعا، أنا لننسي اله، فقرة ملخصة، يعني بلخص الفكرة بسطرين بثلاث حسب، تمام؟ وكي، and this equation اللي هي بعناها هو بالتالي، يعني زي نتيجة لذلك، وكي تمام؟ هدول عدة كلمات ممكن تيجي، as a result، هدول نفس المبدأ، هدول بتحطهم لما تتحكي عن نتيجة، however، تتحكي عن تناقض، ولكن، حلو هدول كلمات اللي لازم تعرفهم، مش غلط تتدرب على إملائهم، وتعملهم كله جوا التعبير، بس مش غلط بلش تتدرب عليهم هسا، moreover اللي هي علاوة على ذلك، although دائما تتحكي عن نتيجة متناقضة، على الرغم بيكون في عندي سبب ونتيجة مش متوقعة، تمام؟ On the one hand اللي هي من ناحية معينة، on the other hand من ناحية أخرى، يعني مثلا بقارن بين إيجابيات وسبب البيات، ببلش بon the one hand من هذا الجانب، on the other hand ببلش بالجانب الآخر، ممتاز. On the other hand، ممتاز. Furthermore، علاوة على ذلك، إن أديشن كلمة كثيرة، نستعملها بالإضافة، كلها والله كلمات تفيدك بالتعبير، ستشوفها لما نبلش إن شاء الله في موضوع التعبير بشكل كامل. شو عنا كمان أبو مشعل؟ طبعا حكينا الإنستجرام ضروري تكون متابعين عليه، TCH محمد مشعل ومحمد مشعل فيسبوك، هؤلاء الأشياء جدا أساسية، وصفحة فيسبوك تيتشر محمد مشعل بالإنجلش، تمام؟ بالإضافة، وإنت عم بتعدد، شو ممكن أستعمل أدوات مثل such as على سبيل المثال؟ like مثل، يعني هذول ثنتين متكافئات في موضوع التعبير، لما بدأستعمل مثل مرتين، ما بستعمل مرتين such as، مرة بستعمل such as، مرة بستعمل like. also تعداد أيضا، as well as بالإضافة لذلك. and, or, or أو plus بالإضافة، كلمات حلوة الطالب يعرفهم، والله العظيم كله هذا رح يأخده ويستفيد منه، وهذه الكلمات دائماً بتدل على التعداد. اتفقنا؟ اتفقنا، طيب، أستاذي، بعض الكلمات التي تدل على الرأي اللي إحنا هاي ممكن نستعملها داخل موضوع التعبير، وأيضاً في critical thinking. شو يعني critical thinking؟ التفكير الناقد، التفكير الناقد، مثل in my opinion، شو يعني in my opinion في رأيي، تمام تمام. in my point of view، من وجهتي، نظري. in my view، بنظري. I think or I believe، أعتقد. I think or I believe، أعتقد، ممتاز. as I see it، كما أرى، يعني من الناحية اللي أنا عم بشوف فيها. I suggest، أقترح. It is my belief that. هذا اعتقادي، هذول الكلمات حلوين، بقدر استعملهم في التعبير، وأكيد استعملهم في critical thinking، احفظهم، كله رح ينمر عليه، يعني هاي الأشياء من هسا بلش فيها، أعرفهم إملاء طبعاً، ها أنت بدك تكتبهم، مش رح يكون ضع دائر، مش رح يكون متفقي، تمام؟ طيب، شو في أنا بعض الكلمات اللي ممكن كمان نستعملها، يعني مثلاً بدي أجل أحكي بشكل واضح، شو بستعمل كلييرلي، كلييرلي بإيش انتهت الواي، يعني هاي الظرف، ممتاز. علمناك وياه في بداية التأسيس، تتذكروا. First or firstly، أولاً. Second or secondly، ثانياً. Third or thirdly، ثالثاً. Finally لما بدي أختم في الختام or at last، أوكي تمام؟ in summary في الملخص in general بالعموم. كل هاي الأشياء والله رح يتفيدنا، فيش طالب توجيه مش رح يستفيد من هاي الأمور. حتى طالب عاشر تاسع أخوك والله بستفيد منهم. إحنا مشكلتنا اللبنة الأساسية في الإنجليزة مشكلتها بنيت بشكل خاطئ. إحنا بنحاول في هاي السنة نرممها قدر المستطاع ونطلع إن شاء الله بنتيجة حلوة تمام؟ بعد ما تخلص التأسيس كامل، رح يكون عنا إن شاء الله هذا الأسبوع، رح نخبركم في أي يوم، رح نطلق امتحان التأسيس المحوسب. 079-0746868، عشان نرسلك امتحان التأسيس إن شاء الله. تمام؟ تمام. حبائب الآن، ظل عندي آخر قسم بسيط من التأسيس، بدنا نختم فيه إن شاء الله لليوم، اللي هو الـ dynamic and state of verbs، الأفعال اللي إحنا بنسميها أفعال الثبات والحركة، أفعال الثبات والحركة، في أفعال ثبات في اللغة الإنجليزية وفي أفعال بتدل على النشاط والعمل، هاي الأفعال اللي جيل 2007 عنا في كل سنة أرجع للأجيال السابقة في التأسيس، دايما كنت أقول، هذا فلسفة للعلم، فيه طلاب فلسفين، فيه أساد مع احترام الشديد إليهم، بطلب أشياء من الطلاب مش مطلوبة في المادة، هذا للعلم، حبيت تحضروا، احضروا، ما حبيتش تحضروا، طب 2008 ما جبت سرتهم، 2008 راح نشرحوا داخل المادة، فلذلك احضروا هسا ورح نرجع نعيده لأنه موجود داخل مادتكم في داخل التنسز، آه طلع، عمري ما بضحك على طلابي، دايما كل سنة بعطوه يلا حمل الطلاب خليهم يخبصوا بالمادة، فهو مش قادر الإبن المادة بزيدلوا إياها، لما يكون مطلوب أنا أول واحد بشرحه، لما يكون مش مطلوب ما بعطي، فذلك هذا ايش اختيار إلى 2007، 2008 لا، احضروا، اعرف لي تفاصيله في المادة، لما نأخذ بين present simple وال present continuous في تمرين في داخل الكتاب الجديد استهدفت هذا الشيء، راح نيجي نحكي ونقول شان يفعل ثبات وحركة وأرجع أذكركم فيهم، شان تكونوا على صورة وعلى علم وعلى بين، أنا والله ما أكون مش ضدكم، شان تكونوا على علم وعلى بين، 2007، تلت ساعة زمن ربع ساحضرها مش خسارة، 2008 إشي أساسي راح نأخذه إن شاء الله في المادة، فذلك ضرورة تكون حاضر وتكون أمورك تمام في إن شاء الله، حبائي بأفعال الثبات والحركة، لما أول إشي، لنكون عارفين أنه dynamic verbs هي number one، تمام؟ أفعال حركية، هذه الأفعال تدل على حركة، يعني إشي بتحرك، أو activity، نشاط، أو القيام بنشاط ما، ويمكن لهذه الأفعال أن تستمر لفترة من الزمن، فترة زمنية مؤقتة، شين مؤقتة؟ يعني واحد يلعب فوتبل، يلعب ساعة بعدها، خلص بنتهي، يروح البيت، واحد يأكل زنجر، يأكل خلال هذه العشر دقايق، وينتهي سندويشة الزنجر، إلا إذا ما شاء الله معها معجزة، والسندويش قاعد تتولد، هذا شيء مستحيل، واحد قاعد بركض، الركض خلال ساعة نص ساعة بيخلص، بنتهي، فذاك هو يدل على نشاط زمني مؤقت، ولذلك يمكن استعمالها في حالة الاستمرارية، حالة الاستمرارية باللغة الإنجليزية، اللي هي الـ verb 1، شو بنضيف له i in g، هي أزمنة الاستمرار، اللي هي موجودة في جيل 2007 وموجودة في جيل 2008، بس حكيان 2008 يتحدث بطريقة مختلفة عنها، عن طرح الـ action pack، لأن المنهاجين اختلفوا تماما، والمؤلفين اختلفوا تماما، تمام، هذه الأفعال وهي غالبية أفعال اللغة الإنجليزية يعني أغلب أفعال الإنجليزية أفعال dynamic أفعال حراكية أفعال بتدل على حدوث فعل بدأ في الماضي وسوف يستمر لفترة معينة في المضارع وينتهي فهو يدل على استمرار لحدث مؤقت تمام مثل play يلعب هل رح نضل إنه نلعب فوتبول طول اليوم؟ أكيد لا eat يأكل لفترة زمنية معينة clean ينظف walk يمشي read يقرأ sleep ينام هل رح ننام طول الليلة؟ ننام ثمان سبع ساعات نصحة خلص ثاني يوم عندي شغل ده أبلش go يذهب بروح وخلص بكمل مشواره بروح بكمل إشي تاني meet يقابل والمقابل سوف تنتهي فلذلك إذا بتلاحظ هذه الأفعال هي أفعال تدل على حدث زمني مؤقت رح يبلش بفترة وينتهي بفترة أخرى تمام كل هذه الأفعال تقبل ال-ing على سبيل المثال they are playing now أستاذ محمد عندنا R هايمش R اللي هي فعل مساعد لأنه جا في عندي فعل رئيسي وهاي مش مصدر لأنه سبقت بأحد عائلة ال-B طلع كيف التأسيس بيبلش هلين بالمادة آه هكينا ال-ing جيراند بشرط أن لا تسبق بأحد عائلة ال-B فعلنا عائلة ال-B فذاك هايمش جيراند هايف فعل مضاف له ال-ing they are playing now هم يلعبون الآن لعب مستمر وحينتهي هذا الأشياء بنوصله بنكون فاهمينه وعارفينه تمام he is eating lunch at the moment أستاذ محمد he is eating هاي ال-eat شو مضاف لها i-n-g واشاقب لها عائلة ال-B طبعا كل هاي الأزمنة present continue واصرح نحكي عنها بالتفصيل لما ندخل على الأزمنة بإذن الله العلي القدير سواء ل2007 أو 2008 أشياء إن شاء الله بنحضر لكم إياها سفاحة لطيفة جميلة زيكم تنبسطوا فيها تمام تمام انتفقنا اوكي فذاك هاي ال-dynamic verbs الأفعال الحركية سأيتها فعل يدل على حدث زمني مؤقت وممكن أن نستعملها في الاستمرارية طبعا ممكن نستعملها بغير الاستمرارية نستعملها بالوجهين وهي غالبية أفعال اللغة الإنجليزية طيب إذا قال لي يا أبو مشعل أفعال الثبات القسم الثاني اللي احنا بنسميها stative or non progressive verbs اللي هي الأفعال الثبات أو الأفعال غير حركية وهذه الأفعال تدل على حالة شعورية شعور feeling أوكي تمام أو اعتقاد أنا أعتقد أن الإسلامي أنا الدين الإسلامي بلا أي شك هو الدين الخاتم لأنبياء الله عز وجل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد أنا الذي أعتقده بسهل هذا يجيغيره فهي أشياء ثابتة لا تتغير تمام أو تملك شيء أو تدل على حواس أنت ربنا وهبك حاسة الإبصار طول ما أنت ربنا ما صار عندك أي مشكلة لا سمح الله مفاجئة حاسة الإبصار شو بتضلها شغالة ما بصير عليه أي شيء تمام وعندما نستعمل هذه الأفعال نحن لا نقصد أنها مستمرة في لحظة ما وسوف تنتهي ولا بل هي أفعال دائمة الحصول أفعال دائمة الحصول 2008 ركز فوق أفعال تستمر لفترة من الزمن وسوف تنتهي أما الأفعال اللي هي الثبات أفعال دائمة الحصول يعني دائماً عم تحصل بشكل تلقائي أنا بصري شغال في أي وقت أنا أحب أمي مستحيل أن أكره أمي ما بصير هاي أفعال حواس صحيح ولا لا صحيح لذلك نعتبرها حقائق دائمة ولذلك ممنوع استعمال مثل هذه الأفعال في حالة الاستمرارية يمنع أن يضاف لهذه الأفعال ING ممنوع منعبات مثل تعال وبعيده بكرر في المادة بال2008 رح نشرح بالتفصيل رح نخذ هيك على جنب وحنا بنشرح لPresent Simple وPresent Continuous إن شاء الله مثل Love يحب مشاعر الحب هاي دائمة مش إنه بالله ساعة أنا بحب ساعة بكرة خلاص في عندي مشاعر منفصلة للحب في عندي مشاعر للكرة فإذا كان مشاعر إيش دائمة في جسم الإنسان هي دائمة الحصول Believe يعتقد Need يحتاج Hate يكره Have إذا إجت هاف بمعنى يملك اللي هو إشي بملك سيارة السيارة موجودة عندي مش إنه والله بملكها عشر دقايق وبرجحها مباشرة ممنوع تأخذ اللي هي إيش ING طرع في بعض الأفعال كمان شرح ننوح عنها بملاحظة إضافية إذا كانت بمعنى يرى رؤية الشيء اللي هي حاسة الإبصار هاي ممنوع نضيف عليها ING أكرم loves his mother أكرم بحب مين والدته فلذلك أستاذ محمد هنا ممنوع نحكي أكرم is loving his mother لا لا هو ما بحبها لفترة بتنتهي لا لا هو دائما رح يعشق أمه وهي موجودة وبعد عمر طويل رح يظل يحبها وحتى لو ولد ولاده بده يظل يحب أمه هذه الأم فما بالك الله سمح الله يكرهها أو يحبها لفترة موقتة they believe that هم يعتقدون الاعتقاد ثابت they should change the plan أوكي تمام the plan اللي هي إيش لازم يغيروا الخطة في مصيب يصير بخطتهم لازم يغيروها بيظبط اش ضل زي ما هي أوكي تمام the plan تمام فذلك هذه الأفعال يمنع أن يضاف لها ING طيب هيك أستاذ خلص نحفظ هذول نحفظ هذول أو نعرف أنه نحفظ اللي هي أفعال الثبات وما تبقى أفعال حركية وخلص انتهى الموضوع مش هون المشكلة المشكلة هون هلا بنشوف شو المشكلة اللي بيحكي لنا إياها إن شاء الله أوكي يا جماعة أوكي تمام بيحكي لك train your mind دائما درب عقلك to see the good تمام in every situation إنك تشوف كل إشي جيد في كل موقف حتى في المواقف الصعبة تحمد ربنا فيش مجالناك تقول يعني بدأ أحكي يا شغلة إحنا اليوم السبوع الماضي كان يعني الناس بتابع مع أول بأول سبوع حر 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 يعني موجة حر إجت وقبلها كان بسبوع كمان موجة واحد بيقول يعني الله أكبر مش قادر يتحمل صح يعني بتيجي بتدخل اللي عندنا ما شاء الله بمكيفات واللي عندهم مراوح يعني أنا كل وسائل إنه أضعف بيت في مروح هذا أضعف بيت وإنت قاعد وتتململ ومش عاجبك تستحي من جو بتقول يا جماعة في ناس إخوان إلنا وأخوات إلنا وأطفال إلنا هم من نفس الجلدة هم من نفس التكوينة هم من نفس البقعة في جغرافيا ودينيا وقوميا عرب زينا بيحكوا نفس لغتنا ومسلمين وأحسن منا عايشين في ظل هذا الشوب وهذه الظروف الحارقة وين في خيام تخيل حرارة الخيامة فذلك الواحد في لحظة بيقول الحمد لله على ما أعطانا وعلى ما وهبنا ويا رب إنك تعطيهم أكثر من ما أعطيتنا هم بيستاهلوا أكثر أكيد ذلك دائما في كل موقف تتعرض لتذكر إنه فيه إشي جيد في بعض الأحيان أنت بتخفل إنك تشوفه انتبه هذه الأشياء البسيطة فيما يلي الأفعال الممنوعة من الاستمرارية بده يحكي إنه بعض الأفعال الممنوعة تستمر اللي هي أفعال البي اللي هي الكينوني يعني بيصبطش أحكي إزنغ آمينغ آرينغ وازنغ ويرنغ بي ما بيصبط فلذلك أفعال البي ممنوعة إنها تيجي بحالة الاستمرارية ممنوع من إعبات she is a nurse فذلك هي ممرضة إيش هي بتكون ممرضة بس تمام أفعال الحواس مثل senses senses اللي هي الحواس اللي بنمتلكها see بمعنى يرى hear بمعنى يسمع smell بمعنى يشم حاسة الشم taste بمعنى يتذوق هاي ما بتيجي إن جي ما بيجيش بحكي he is smelling لا لا هي الشم بأي وقت هو عم بيشم تمام تمام thoughts attitudes and emotions فذلك thoughts attitudes الاعتقاد attitudes اللي هي السلوكيات ووجهات النظر emotions اللي هي العواطف تمام تمام مثل هذول 2008 مهمات وبعيد وكررة رح نرجع نشرحهم بطريقة كاملة بس مش غلط نكون عارفهم تمام مثل no يعرف dislike لا يحب think يعتقد إذا إجت بمعنى الاعتقاد في طالب يقول طب في think بمعنى يفكر إن الله مع الصابرين أصبر appreciate يقدر adore يعشق believe يعتقد love يحب hate يكره like يحب seem يبدو recognize يدرك أو يتعرف feel اللي هي هون يشعر في سوريا مش يعتقد feel يشعر زبطها بالله خطأ طباعة تمام understand يفهم consider يعتبر fear يخشى أو يخاف تمام في ذلك هذول الأفعال بدنا نكون عارفينهم يا جماعة إنه هذول إنجليزي يا عربي هاي الأفعال ممنوع تقبل ing هاي الأفعال إيش لا تقبل ing ولا أفعال الكينونية ولا أفعال الحواس تمام هس هذا الحكي كله طبيعي احنا وين مشكلتنا اللي راح نواجهها لما ندخل عملخص القاعدة تعال هون شيك على الصوت والأمور تمام كل شيء واضح إن شاء الله طيب ملخص القاعدة أي فعل يدل على حالة مؤقتة قد يستمر لفترة محدودة ثم يتوقف فهو قابل للاستمرار يعني شو بنضيف له ing ممتاز وأي فعل يدل على حالة دائمة حقيقة موجودة في الوقت الحالي فهو ممنوع من الاستمرار ممنوع ينضاف له ing ممنوع منعبات فيش مجال تجي تقول دا ضيف له ing يمنع منعبات ولكن أنا عندي هون التهذير زي اللي ضرب لك إشارة حمرة وقف stop 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 ليش انتبه be careful بعض الأفعال أحيانا مسموح استعمالها في حالة المستمر وفي أحيان أخرى ممنوع أنا كل مصيبة مش بالجزء الأول ولا بالتاني أنا مشكلتي بتصير بهدول ولما ناخد أمثلة الكتاب للألفين وثمانية راح نوضحهم بالتفصيل إن شاء الله كل شي راح تأخذه بطريقة احترافية تحليل الكتاب مش سهل وإن شاء الله بكرة راح يبلش يفرز بين المعلمين وبتشوفوا بعيونكم ألفين وسبعة حكينا هذا إلك حبيت تحضر يحضر محبيت شي شي برجعلك تمام ممكن استعمالها في حالة المستمر وفي أحيان أخرى ممنوع ويعتمد ذلك على معنى الفعل طيب فمثلا الفعل يرى إذا كان حواس اللي هو بنعنى يرى ممنوع أنه نستمر ممنوع منعبات سي يرى أنا عندي حاسة الرؤية ولكن قد تأتي يرى اللي هي سي بمعنى يقابل زي ميت المقابلة يقابلك نص ساعة وتنتهي المقابلة فذلك شو هنا وين رحنا على الميت اتفقنا اتفقنا في هذه الحالة مسموح أن يأتي في حالة المستمر فلذلك إحنا راح يكون دورنا في بعض الأفعال بدنا ننتبه منها إنه في بعض الأحيان حسب اللي هو الوضع اللي إجت فيه إذا كانت بالدل على الحاسة زي السي هون ممنوع تستمر إذا كانت بمعنى يقابل صاحبه بهاي الحالة مسموح أنه يستمر تمام تعال نأخذ مثال I can see a bird in the tree أنا بقدر أشوف الطائر وين على الشجرة هون إيش؟ مش مقابل هون والطائر بنقعد بنحكي مع بعض نشرب كاسة شاي أكيد لا فلذلك هون يا أستاذ محمد الرؤية هون ممنوع أحكي ING هذا الفعل ممنوع يأخذ ING طيب I'm seeing my friend tonight أنا راح أقابل صديقي الليلة فذلك هون إيش؟ راح تكون المقابلة لفترة من الزمن وتنتي هنا فعل حركي مسموح الاستمرارية وصلت فلذلك إذا كان الفعل بمعنى شيء مستمر أطول ولا ينتهي هون بيكون إيش؟ فعل ثابت لا يتهرك فذلك حاسة البصر على طول الوقت ذلك مباشرة منوع تستمر بدون ING أما إذا إيجى بمعنى شيء راح يحدث لمدة من الزمن وينتهي فذلك راح يكون هون إيش ماله مستمر مثل حكينا seeing بمعنى يقابل see بمعنى يرى هون مسموح يستمر هون ممنوع thinking أيوة اللي سألت عنها إذا كانت بمعنى يفكر مسموح نضيف ING ولكن إذا كانت بمعنى think يعتقد ممنوع نضيف ING لأن الاعتقاد ثابت سألت think لها كم معنى في الإنجليز معناين having أستاذ محمد إذا كان قاعد بمعنى يتناول يأكل هذه الهاف إلها بمعنى يتناول ويأخذ وإيش كمان اللي هي كمان يملك إذا كانت بمعنى يتناول فإذا كانت بمعنى يتناول فإذا كانت بمعنى يملك ممنوع نضيف له ING تفقنا تفقنا look إذا كانت look بمعنى إيش ماله ينظر ينظر لفترة معينة أوكي تمام looking تمام سوري مسموح نستمر ولكن إذا كانت بمعنى يبدو بهذه الحالة ممنوع نضيف I تمام طبعا بعيده بكرر في الـ 2080 تم ذكر على بعض الأفعال رح ننوهم من ضمنهم مين think امركز على think رح نخذها مع مثلتها في الكتاب ونوضحها 2007 حكينا هذا إيش يعني إضافي مش موجود عندك في الكتاب والله لما يكون في الكتاب أبو مشعل أول واحد بشرحوا ما عندي أي مشكل ونهض ناصر وكانوا زمان قبل ثلاثة أربعة سنين إفلان حكي وإفلاني حكي تعمل وتقول له هاي تعال بنزدته بالجزء التاسع بالتأسيس حابب يحضر ويحضر مش حابب ما يحضر وش أشي بيرجع له تمام يعني هاي كلها نص ساعة زمن مش بستاهلة كيف بالله وصلات لسه هذا هيك شوية رشت هيك ملح لسه رح تشوفوا أشياء غريبة في المادة طبعا 2008 قد بجهزلهم في أشياء إن شاء الله رح يكونوا مبسوطين منها وعن جد رح تكون صفاحة طبعا الله يسائل عيام الـ إن شاء الله تكونوا حفظتوهم الله أعلم تمام التصريف الأفعال في إلهم مبادرة كمان موجودة على اليوتيوب محتويات المادة هاي ل2007 2008 إن شاء الله رح يكون لكم فيديو خاص إيش مرتب نحكي محتويات المادة تعيدكم شو التفاصيل اللي فيها وراح إن شاء الله إنها تكون الأمور واضحة ونعيده ونكرر إحنا ل2008 أربعة مواد فقط في سنة الأول ثانوي عشان هيك المجهود لو كان للإنجليز شوية أكبر مش إخسارة أكيد تمام بس كله ضمن المعقول مش عمل لك الدوسية الوحدة الأولى 300 صفحة ويضبط إش ما بيضبط إذا دوسيت الوحدة الأولى 300 صفحة اللي كتبنا نعمله ألف الفصل الأول ما بيضبط دوسية تكون محتوية كل أفكار لكتاب ومنقصتش إيش ويقصاد يشرح كل شي خير الكلام ما قل ودل ودعم أوراق عمل وأسئلة وزارة وشي له وحط خلاص الشغلة مش إنه كل ما مطينا أكثر كل ما جبنا أكثر ما بيصير شي يعني أنا لو تعطيت دوسية 300 صفحة أنا ما بدروس ها كمحمد ما بدروس تمام جماعة 2007 سيكون لدينا قواعد متعددة تنسز ريبورت سبيتش باسف اف متفرقات فذلك نحن دائما نحكي الجوكر في 2007 الوحدة الأولى اللي بيخلص الوحدة الأولى ويثبتها والله العظيم كل المادة بعدها بتفرط من الفصل الأول للتاني وعندنا أكيد في كل وحدة تكست نفس الإشي حتى هذا الحكي موجود في قاعدتين جميلات للألفين والثمانية في عنا تنسز اللي هم نفس التنسز الموجودين في unit 1 بس طرحوا بطريقة مختلف للألفين والثمانية قاعدة تافحة إميال بريسة اسمها question tags سهلة تمام وفي عنا text and vocabulary ويزاد بس مش عظيم بتتعب معي بتحفظ بحفظ بتمشي الأمور بشي صعب أما باقي طلابي وطالبات سوريا صار في انقطاع بالصوت عشان هيك بس رجعنا عندنا آخر دقيقتين تمام بعدها درجة جدا وصلنا عند unit 2 شو بتحتوي اللي هي use 2 perfect family texts and vocabulary 2007 كنت عم بحكي إنه المادة 2008 يعني قاعدتين بسيطات وجميلات التنسز نفس التنسز الموجودين بال2007 ولكن بطريقة طرح مختلفة قاعدة جدا تافحة ولطيفة إنه vocab سيكون شوي أكثر في 2008 بس بالنهاية إذن شرحة المادة تغطت ما في إش إن شاء الله بخوف unit 3 في إن إن شاء الله زمنين جدا سهلات واللطيفات future sentences text and vocabulary unit 4 قاعدة جميلة relative pronouns and cliff sentences اللي هي ضماء الوصل اللي المرت عليكم قبل هيك وقاعدة الجمل المجزأ ونصوص هوا مفردات فذلك دائما بحكي للطلاب بالمنهاج اللي هو 2007 اللي هو وصلوا 10 سنين عم بندرس ودائما إذا الوحدة الأولى عملت معها بشكل صحيح رح تكون مبسوط إن شاء الله هلا في كتابك رح تلاقي unit 5 unit 5 من جيل 2001 حتى الان محذوفة فذلك هي مش مطلوبة معنا الفصل الثاني رح يكون أيضا كمان 4 وحدات سيتكلم عنه إن شاء الله في وقته unit 6 unit 7 unit 9 unit 10 طب وين unit 8 أيضا محذوفة فذلك عنا فقط اللي هي وحدة محذوفة بالفصل الثاني 2008 كتابك كامل 5 وحدات فصل ثاني بقى ذلك يعني بتمنى تكونوا موجودين معنا على اليوتيوب تمام تكون عامل فلوشواء كنت من طلابي أو ومش من طلابي والله رح تستفيد احنا جماعة بنزل مراجعات بنزل مبادرات معاني بنزل مبادرات critical thinking يعني طول السنة معك حتى توصل إن شاء الله يوم لامتيحان وقربات الفيسبوك إن شاء الله قربنا موجود هنا على هذا الرابط وبإذن الله عز وجل إنه يكون أعطينا وما قصرنا معكم بإشي الهدف هو إشي واحد توصل للغايات التي بحثوا عنها أنا بحبكم جدا وممتن إنكم إنتوا كنتوا معي وإن شاء الله دائما رح أوعد إنه مادة الإنجليز رح أخلي لك إيها مادة لما تكون زهقان وملان تهرب تقول تدرس فيها لو كنت تكرهها رح أخليك تحبها ولو كنت بتحبها رح خليك إن شاء الله يكون عندك شغف وعشق فيها بإذن الله العلي القدير دائما بحكي زي ما بحب أنا المعلومة توصل إلي أنا بحب دائما أوصلها لطلابي بارك الله في الجهود بارك الله في الهمام يعطيكم ألف عافية نلقاكم إن شاء الله في بداية مديتنا بإذن الله العلي القدير 2007 يعطيكم العافية 2008 بنشوفكم مع خير مبارك هذا الإنجاز إنه أنه هنا أول جزء وأول لبناء أساسية في رفعة هذا المنهاج إن شاء الله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر